في عنده هنا الساحر دمجيشن بمعنى فرص جديدة بتخلق وهو بيحسن استغلالها ممكن تكون في العمل هي غالبا في الحالة العملية يعني فرص جديدة عمالات جيله شخص مبدع وشخص طموح جدا البادي لانجوش بتاعت الكارت ايد في الارض و ايد في السماء انا اعرف اعمل اي حاجة عارفين حتى دي انا اعرف اعمل اي حاجة وفعلا ان شاء الله هيرافي اعمل اي حاجة وكل نهاية عنده لها بداية على طول يعني بيخلص حاجة بيبتدي حاجة جديدة على طول دا ستار دا بيحيلي با اما اختيار با اما انه هو مركز على حاجة جامد قوي ومأثر على حاجة تانية بقى مش مركز فيها قوي وبيحضر طاقته على حاجة مش مجداد مش دا اللي انت مفروض تركز في التركيز دا كله زي احنا شايفين الستة بتعمل ايه بتدلق مية من البحيرة و بترنيها في الارض طب وبعدين طب لا المية في البحيرة هتخلص ولا الارض دي كلها هترتوي وبيعمل دا بس ومش ياخد باله من نجم جبير قوي وراه فاهمين قصدين هو مودية طاقته على حاجة مش بتفيده قوي برضو بيوحيه بحاجة من الاتنين اما ان هو متاجه على حاجة بسرعة جديدة جدا بسرعة العربة في الدفاع او برضو في حاجة وعكسها شايفين الابيض والاسود وهو لازم يختار ابيض واسود حاجتين عكس بعض الدل بيفكر بعقله دلوقتي بحسبها بعقله queen of cups شايفين الملكة دي بتعمل ايه مسكة الكاس وبحلقة فيه قوي بتحللو يعني عملها تحللو تجيبو كده وتجيبو كده عشان بتعرف عايزة تعرف ايه لجوه مش بتحكم من مرة وبس فنركز قوي وعلى وشك ان هو ياخد قرار مهم في حياته دلوقتي حسب مشاعر جديدة في مشاعر جديدة حسب بيها مشاعر جديدة بتتولد او مولود جديد للناس اللي مستنيين مولود او متوقعين مولود بس حب حلو قوي حب زي ما انتو شايفين حمامة حاجة فيها سلام حاجة فيها حب نقل جدا جدا عشان كده بيميل اكتر ان هو ممكن يكون ولاد الطفل جديد بس ممكن برضو يكون مشاعر جديدة وحب جديد شايفة رجوع واضح ان دلوق كان فيه عنده انفصال بس هيكدي حسب مشاعر جديدة وهيرجع لشريكه هيرجع له هيقدم له تعويض هيقدم له اعتذار هيقدم له حاجة او العكس او ممكن يكون شريك الدلو هو اللي هيرجع له يعني هو فيه رجوع اي حد حصل له انفصال من برج الدلو ان شاء الله فيه رجوع فيه هنا حاجة كان اقدله مثل انها بقله فترة باسم الله هتجيه دلوقتي او خير عمله في حد زمان هيجيه دلوقتي يعني مسلا ان ساعة حد في ازمة هيجيه حد يساعة دلوقتي طب طب على حد سمع حد ده بيرجع له دلوقتي اي خير هو عمله في حد ان شاء الله هيرجع له دلوقتي او حاجة اشتغل عليها كتير قوي في فترة اللي فاتت هيجيه مرضودها دلوقتي يعني مسلا الناس اللي اشتغلت على حاجات وماخدتش مسلا فلوسها محصلتش فلوسها هتحصلها الفترة دي ان شاء الله بازن الله وتقريبا هي فلوس لان بعدها فيه تطور ماددي حالة المادية هتتطور ان شاء الله في حالة امان ورخاء ان شاء الله في الحالة المادية الفلوس دي هتحيارك اهو هتحتار اعم بها ايه هل اشيلها هل اصرفها او عايز يعني معارفش ممكن ما تكفيش في حاجة الفلوس هتحيارك شوية الفترة دي اه وشايفه قدامي فراء من شخص ممكن يكون صديق مش كويس حد مش كويس حد علاقتك بيه مش صح علاقتك بيه بالضرة كباد مشاعر او ذكريات او اين كانت العلاقة اللي كانت عندك تديها ظهرك وبتمشيه ماشي بقى زعلان شوية ممكن تكون زعلان بس اه بس هو ده الصح هو ده انت بفروض تعمل لان بعد لما هتعمل الموضوع ده في حاجتك ليسه قوي هتحصل لك يعني في حاجتك نفسه فيها من زمان هتحصل على فكرة ده كلام الكارت ده تفسير الكارت ان لما هتدي العلاقة دي دهرك لو كان مثلا صديق سوق او صديق سوق او علاقة مش صح فاهمين قصدي وانت كنت مرتبط بيها لما هتسابها وتبعد زي ما تقولوا ايه هتتفرج بقى حيجي فرج كبير وان شاء الله والدنيا حتنور والدنيا هتبقى كويسة لك علخص القرية بالسرعة ده لو عنده فرص جديدة فرص كتيرة طموحه عالي وهيعرف ايسا يستغل لها الده لو مركز على حاجة اكتر على حساب حاجة تانية او هو في مرحلة اختيار وفي الاغلب هو في مرحلة اختيار بين حاجة وعكسها ومحتاج ياخد اختيار بسرعة لازم يحسن يقرر بسرعة 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 العربة مش ماشي لا باكب عربة بيحلل الموقف بعقله بيحلل الموقف بعقله يحسن مشاعر جديدة مشاعر جديدة بتتولد او موجود جديد وفي رجوع الحبيب حبيب قديم حد انت عارفه قوي حد عارفه من زمان اه يمكن كان حد بسافر حد من صحابك اه بقالك بمدة ما شفتوش اه هيقرب منك دلوقتي وهيودك او ممكن يكون وجوع الحبيب اه في خير هيجي لك حاجة كنت منتظرها بقالك فترة ان شاء الله هتجي لك بعدها حالة مدلة ان شاء الله هتطور هتحتار شوية تعمل ايه في الفلوس اه صح جدا تمام يا بسنت ايه الحبيبة اليوم قبل بكرة اه اوكي ده مش ليامش انا فحيرة بطريقة فظيعة اوكي طيب يا رحمة جمعي معلومات الكارت ده نصحته تجمع معلومات وفي فراء لحد العلاقة مش كويسة لك بتضرك يا دلوك يلا نشوف في ايه بقى في الكومنتات طبعا التليبون نصه فوق ونصه في الفوزة فانا كومنتاتكو تحت فانا يعني بخمن كلمك صحيح بشكرك يا هند يا اذكر ده انا اللي بموت فيكي الجدي ما احنا قلنا الجدي يا جدعي مش قلنا الجدي فعلا جاي لسفر دبي واه ايه مخيارة ايه مخيارة لي فعلا اه ابيض وسود صح مش معقولة ايه في كلامك صح انا هده ده انت يا حديدك يا فاطيما مرسي رح قلبي طيب بصي يا سهام خلي ده سؤال الكارت الواحد اللي بنقوه في الاخر صحيح تنام يا موسى بورد الجدي تقريبا قلنا يا نيها صح ومرسي تحبيب تقلبي العفو بعدا انا في حلق من شخص مش كويسة دمرني سنين طيب خلاص ايه لو الفراء هو القرار السليم اه اعملي ده صح قوي على فكرة مرسي يا سارا الحوت اتقال الجوزاء لسه بس قربنا خلاص يا جماعة خلاص فضلنا ثلاث ابراج بالزبط زي اهم ما شاء الله بمبسوط تاني بشوفك لايك كل يوم حبيبتي انا رولا يا روحي مرسي اسلامي انا اللي بمسوط اكتر بوجودكم معي بجلب يموس واقم فاطيمة طيب يلا بنا نشوف الحال العطفية بقى مع ان في حاجات كتير من الحال العطفية ظهرت في القرية العامة بتاعته اداني ومعجاني لحبي انت توافها وجميلة حبيبتي سارا ياسين مرسي هيك يا روح قلبي خلينا دي للسؤال الواحد اللي بنقولها في اخر اللايب والارقام شكلكو كده عشان انا ايه استعجلت وابتديت كروتوني في الشير شكلكو كده ولا انا بظلمكو ولا ايه يلا جماعة اللي ماعملش شير الشير ده بيفيدني جدا جدا فوق ممكن تتخيلوا اللي فاضل العقرب والميزان والتور فقط الحمل احنا يعني انا فكرت خلاص بما انه هيتقال الاخر بورج فحنبتدي به الشهر اللي جاي خلاص ما فرقتش من يوم يعني رايتك صح جدا مرسي يا دعاء قوي 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 اهلا بحياتي تور منتظره والله يبنحبك حبيبتي يا حبيبة اسلاميلي جدا جدا ان شاء الله هنقول بس انا سوطره للمرة التانية والتور خسر واضح ان التور في الصفحة مش كتير هاتوا صحابكو التور بقى اوكي حلوة قوي يا الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله طيب لا في صفحة عالي بصوا نيو دي بس تانكيو سيهام الضالو عايز ايه؟ الضالو عايز يتوازن. الضالو مش متوازن. مش حاسس بالتوازن. التوازن بتاعه مختل في العلاقة. زي ما اتو مش عافي يعمليه. نفسه في ايه؟ نفسه يرفع راسه. يعني هو حاسس ان هو مكانته بايضة. مكانته مش مزبوطة. يعني حاسس ان هو محتاج يفتفيل براود. يعني هو مش حاسس بفخر. مش حاسس ان هو مفتخر بل بالعكس. هو نفسه يرفع راسه كده. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه بيحاول يصلح. بصه بيعمل ايه؟ بيحاول. بيش تغلع نفسه. خيس قوي. الشريك بقى عايزي. الشريك يام عايز يبعد. يسيبه ويمشي. خلاص يخب بعضه كده ايه؟ ويديله ظهر ويمشي. اعتقد. او ممكن يكون عايز ياخده ويعدي بيه بر الامان. يعني هو ايضر اور. لان هو ايه اما بيبعد عن المية اللي عمالت تتحرق دمي دي دي لهذه المشاكل والقرف ده كله. وعايز ياخده ويبعد. يروح مكان اكسر هدوءا. او هو عايز يمشي. نفسه في ايه؟ نفسه يعرق. نفسه يشوف الدنيا على حقيقتها. نفسه يشوف حقيقة. يعني دي الوضوح. الصورة مش واضحة بالنسبة لي. هو مش فاهم برضو. نفسه في وضوح اكتر. ونفسه في امان اكتر. زي ما قلت لكم كارت الشمس ده كارت الفرح وكارت الامان. الصور اللي حوليني الطفل ده ده امان. الطفل بيلعب. وهو حاسس بامان انه هو متحوض بصور مش مفتوح للملأ. فهو مفتقد الامان كمان. نفسه في امان. شايف شريكو ازاي؟ خناءات. مشاكل. عقبات. شايفو بالطريقة دي. يمكن عشان كده شيلت عايزي بات. بس الطاقة بقى ما بينكم ايه؟. يخربة الحب. بجد يخربة الحب. عايزين اعطاء. بتده البعض. عايزين تده البعض. بتحبوا بعض جدا. جدا جدا. طيب خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل دلوقتي ان فيه طرف في علاقة الدلو. اما الدلو او شريكو. عنده بورس هنا. هذا البورس. اتكلمنا عنه قبل كده كتير. عمال يدي له نصايح غلط. اوكي؟ بينسحه غلط. وشكله هيأثر على آآ يعني على طرف العلاقة دي. هيخلي يحصل خسارة. بعد. زعل بقى ونكبة وخلاص بنسيب بعض. بس. لا لا لا. هتتفقوا تاني. هتتفقوا تاني. فيه هنا اتفاق نحو المستقبل. فيه عرض هيحصل ان شاء الله. وهتتفقوا. وهترجعوا احسن من الاول. بس هو واضح ان لازم تحسوا بالخسارة دي الاول. لازم الخسارة دي تقع الاول. ساعتها هتخافوا. وهتعملوا كده بقى. هتتفقوا. وهتاخدوا آآ قرار ان انتو مش هتبعدوا عن بعض. هلخص القرية بسرعة. الدلو عايز اكتر توازن. عايز يكون اكسر توازن انه مش حاسس بتوازن. نفسه يرفع راسه ويحس ان هو. وان هو يعني مالي مركزه. ده علوه شقنه. آآ فده الكارت اللي هو نفسه فيه. فهو نفسه ان شقنه يعلى. طبعا في العلاقة. شايف شريكه ازاي شايف شريكه بيصلح وبيحاول ان هو يصلح العلاقة وبيشتغل على نفسه. الطاقة ما بينكم حب شديد جدا 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 وكله عطاء. آآ الشريك اما عايز يبعد او يبعد. مع شريكه ويروحوا لحتة اقصر امان. نفسه فيه وضوح. الدنيا مش واضحة بالنسبه للشريك الحوت مش فاهم هو اللي بيحصل. عايز وضوح وعايز امان. شايف شريكه عندو مشاكل كتير او هو ونفسه عبارة عن مشاكل اا اا او عنده عقبات كتير. دلوقتي اا آآ دنيا طبعيه بس فيه زن فيه زن على ودان الناس دي ادالو او شريكو. فيه حد او ممكن يكونوا متطرفين. لانه واضح ان الدنيا مش ريئة فكله بيتطوع فبيخربوا الدنيا اكتر البورس ده بيخرب الدنيا على فكرة فيه هنا هتحسوا بخصارة بس بعدها هتتفقوا ان شاء الله وشيرز كده وهتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله ازاي تزبطوا الدنيا دي القرية حلوة النهاية انا بالنسبة لي العبرة بالنهاية النهاية حلوة جدا قرية الخاصة حضر حبيبتي جانت الرحمان ابعتي للصفحة صباح الفل يا محمد اهلا 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 حبيبتي يا زينب اهلا بك يا روحي هقولك يا محمد البورس ده شخص قرية منك قرية منك جدا ازاي احنا شوفنا واريكو الصورة كده بص قرية منه ازاي ينبق بالضبط بالضبط عارف كل حاجة عنك انت بتعرض علي المشكلة مصحب مصايح مش صح مش لازم يكون عايز يغراءك على فكرة هو ممكن يكون الحية دي وكت نظره بس وكت نظره دي غلط مش متمشي مع موقفك فاهم قصدي فبيزير فاهمين قصدي ازاي اه بشكرك يا خديجة اوي 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 هو داله وفعلا ده بيحصل تمام يا نادا اوكي يلا نشوف بقى ايه حبيبتي يا امي زيادة انا بحبك اوي 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 تسلميلي يا مور مور ايه الهامي تسلميلي حبيبتي مونيا اللي بعتلي الفرنسي تسلميلي تسلميلي عربي او انجليزي شايمة كله صح بشكرك حبيبتي جدا جدا اوكي اوكي طيب حلو دي كويس اوي كويس اوي هاي انا مصح بمرسيا سمع اوي جد انا مصح ربنا يخليك وليا روحش خلا يباركلك مرسيا احمد جدا ويباركلك انت يا رب ان شاء الله وكل حاجة تثبت معاكو باذن الله يا صندوس انت ادمر هاي بادي نعم هاي بادي هههه يللا خش ننبقى حبيبي يللا اي دونت حابت يللا حبيبي جوا اتحلوا بقى نشوف ايه المجموعة نقرب وجوز عداله كل كلامك مليون تميه صح متشكرك الكانزة بشكرك الكنزة حبيبي ربنا خليك ولاية شكرا ميس بوشرة حسنا بيبي سوف نرى المجموعة الثانية تبتدي من 1 لحد 10 يناير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم حبيبتي يا سارة مرسي خربت كباتك يا دل كبات كبات كباتك المجموعة الثانية اول حاجة كده night of cups رومانسي 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 حاسس برومانسية دلو اينا حاسس برومانسية عايز احساسه مرحف كده وبيحس بالناس اللي حواليه ويعني حاجة سنستف كده وجميلة او متوازن دلو هنا بقى عنده توازن الحمد لله حالته النفسية متزنة ما عندهش اضطرابات ما عندهش ضغوط واضح انه هو عدى بمرحلة كده شديدة قوي لان ده بيحيلت كده الكارتة ده انه بيعدي ورايح حتى اكثر هدوء سايب المشاكل ورا دهره ومش يواضح انه عدى بعاصفه فقرر خلاص انه هو ايه يوقف المعافرة ويعدي بقى المكان اكثر هدوء وبيدول كمان نبدالو ده عنده مسئوليات فيه ناس مسئولة منه عنده مسئوليات لازم يعدي بيهم من مخاطر او من وضع مش مريح الوضع اكثر راحة كينج اف كابس بصوا كمية الكبايات مهتم بشريكو بيديله عملي دلعو كده عملي اكيلو حاجات كده حاجات زريفة اوي صراحة فيه عنده بابرز اي جديد او خير فيه خير جاي من عند ربنا زي ما بقيت لكم الكارتة ده اليد اللي نازلة من السمى ده إيد ربنا بتتمدلك يا دلو بتساعدك الموضوع ده هيعمل لك تطور مادي على فكرة يا دلو إن شاء الله حالتك المادية كمان حتتطور وحتبقى فيها أمانة إن شاء الله واستقرار الدلو ملا مركزه بقى هنا خالص The Emperor الإمبراطور ما شاء الله مركز أو ملا مركزه يعني مش مركز لازم يكون مسك سلطة يعني لا ملا مركزه في المكان اللي هو فيه بقى تقريبا طب أعلى حاجة في مجاله هو اللي بيدي نصايح هو اللي بيقول إيه يتعمل وإيه اللي ما يتعملش بنى قوي صلب ما بيتهزش إن شاء الله عنده كمان اللي مش مرتبط أصلا مفيش جديد لا مفيش جديد بيهرب من حاجة بيهرب من مواجهة شيء وبيهرب لسبب لأنه لو واجه هتكون مواجهته وحشة هيكون كلامه قاسم وحيزعل الناس منه فمش مقرر ما يواجهش ويكبر دماغه أو ممكن يكون أعمل حاجة غلط بيهرب منها مش عايز يواجه مش عايز يتواجه إن هو أنت أخطأت في حاجة مش عايز المواجهة دي بل بيهرب منها قوة كمان جديد ماشاء الله قوة وقوة إبداع كمان عارفين موضوع الإبداع ده إزاي إن إنت تستفيد من أخطأك وإزاي إن إنت توظف الحاجات اللي حواليك لصالحك ده إبداع عندك تاخد إبداع حلوة قوي الفترة دي وبرضو قوة صلابة عندك صلابة ماشاء الله كوين أف وانز بقى عايزة إيه الكوين دي ليدر ماشاء الله قائد بقيت قائد اجتماعيا محبوب اجتماعيا ناجح بتعمل حاجة فيها فم زي الرسم أو التمثيل أو المزيكة الغونة أي حاجة من الحاجات دي عندك إبداع وبتديت تاخد عندك حماس إن شاء الله بتبتدي إنت إنت اللي بتبتدي ما بتستناش الحاجة دي لك إنت اللي بقيت تبادر عندك مبادرة ثقة في النفس الحمد لله كويسة جدا وكل ده بسبب التوازن اللي إنت حاسس بيا ده لله الحمد لله لفترة دي حلو خاص القرية بسرعة الده لله في حادث رومانسية عنده حالة عطاء في حالة إحساس مورها في حالة حلو قوي حابب يدلع شريكه وبيهتم به واخد باله عليه كويس بيبعد عن مشاكل أو عدة من مشاكل وعنده مسؤوليات على كتافه كبيرة محتاجي يتأكد إن هو عدة بيهم لبر الأمان وإن شاء الله عنده بابرز جديد بإذن الله يحسن من دخله جدا إن شاء الله هنا قوي والصلب وماشاء الله بقى أعلى واحد في مكانه الناس هاي اللي بتطلب منه نصيحة بتقوله نعمل إيه بقى عنده خبرة لكو حاجة دي اكتسبها من خبرته مش لأي حسبب تاني يعني إن هو ماشاء الله عنده الخبرة بيهرب من حاجة ممكن يكون أخطط بس بيهرب منها وأفتكر الخطأ ده تجهل شريكه لأن دول تحت بعض يعني هو تقريبا عمال يعني يزبط في شريكه لإمشاكل وعمل عاملة وبيحاول إن هو إيه يهرب من مواجهة الخطأ ده بس still not bad not bad قوة ماشاء الله هنا قوة هنا leadership اسمها قيادة فيه قيادة الحمد لله موسيقى